حالياً أو على مستوى مجلس إدارة النادي العملاق الإسماعيلي الباحث عن منع تكرار ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية على مستوى النتائج وعلى مستوى المنافسة من أجل البقاء مش كالعادة المنافسة من أجل التواجد في المربع الذهبي إن لم يكن المنافسة لصالح حسم اللقب ماذا عن الأهلي؟ طيب في تأخير في تأخير واضح في حسم ملف المدير الفني وفي قلق منطقي جدد من الجمهور من تأخر الإعلان عن المدير الفني لكن قلنا لكم من يومين أنه الأهلي قال لنا أنه خلال أربعة أيام أعتقد أن الأربعة أيام دي لم يحسن فيها اسم المدرب لكن الشورتليست القائمة المختصرة بتضيق على بعض الأسماء والتفاوض ما زال قائما وبالتالي في اجتماعات مستمرة في الأهلي النهاردة كان في اجتماع ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي مع لجنة التخطيط بقيادة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف برفقة الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة ومع هذه المجموعة الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي الاجتماع ده التفاصيل بتاعته هي دراسة الأسماء أو ما وصل إليه التفاوض من أجل ضم المدير الفني الجديد للنادي الأهلي هل سيكون السويسري كولر؟ قلنا الكلام ده من يومين والتقارير السويسرية نفسها بتتكلم على أن كولر مرشح فيه كلام كمان على مدرب سويسري آخر هو فودا ألماني الجنسية لكن بيدرب في سويسرا فريق زيوريخ زيوريخ بكرة يلعبه مع أرسنل في بطولة الدوري الأوروبي هو في الدور السويسري الدنيا ملطشة معه جدا فودا الألماني ماركو فودا لأنه لعب سبع ماتشات اتعدلوا اثنين وخسروا خمسة فهو متديل جدول الترتيب في سويسرا هو أحد الأسماء المرشحة لكن هو كان تولى قيادة منتخب النمسا وعمل معهم أداء جيد لمدة أربع سنوات انتهت مؤخرا يعني قبل كاس العالم طيب ده بالنسبة لتفاوض الأهلي من أجل المدير الفني الجديد بالمناسبة مصطفى سعد ميسي هتخلص خلاص أو يعني حسمت ناقص بقى الإعلان الرسمي خلال ساعات دي يكون قادما من سيراميكريباترا كجناح داعم لأسلحة الأهلي الهجومية المقبلة ايه بقى المقابل؟ أحمد رمضان بكم غالبا هايكون ضمن الصفقة برضو انتقال نهائي من الأهلي إلى سيراميكريباترا محمد شكري المنتهية إعارته من سموحة ورجع للأهلي غالبا هايكون ضمن الصفقة على سبيل الإعارة وممكن اسم أو اسمين تنين بقى من الإسمين التنين هنستنى الإعلان الرسمي سواء من الأهلي أو من سيراميك ريباترا اللي فيه تعاون واضح ما بينهم وأحمد ياسر ريان راح هنا وشادي حسين راح هنا لم تعلن الصفقتين حتى الآن بشكل رسمي لكن الأهلي هيعلن عن الصفقة دي ودي شادي وميس يعني ربما خلال ساعات قليلة يعني ممكن بكرة الصبح تصحى تلاقي أول إعلانات من الأهلي عن صفقاته الجديدة ده بالنسبة للأهلي اللي هيرجع لتدريباته يوم الأحد والاتنين على مجموعتين يوم الحد والاتنين خلاص إذانا ببدء الموسم الجديد أو الاستعداد للموسم اللي جاي إذا لم يكن قد حسم المدرب لحد يوم الحد الكابتن سامي أمصان هو لا يقود المسؤولية لكن لو من هنا الأربعاء لحد يوم الأحد الدنيا بقت أوضح وصل الرجل ممكن يتعامل المؤتمر الصحفي ويقود هنشوف لكن الأقرب حاليا هو أن الكابتن سامي أمصان هيقود طبقا للظرف الراهن بأن الإسم لم يعلن حتى الآن دعا موسيقى